بسم الله فشايفك يا برج الميزان يعني بشكل عام في الصحة يعني بشوفك في صحة جيدة برد النظر عن عمرك فشايفه منكم اللي صار عم يعمل رياضة او بفكر يعمل رياضة وبينصحك التارو انك تغير الأطعمة المصنعة بمزيد من الأطعمة الطبيعية كذلك الورق اللي يجاك في الصحة هو مؤشر للأخبار السارة من حيث الصحة او كانت شي ولادة يعني هيك او حمل يعني في حدا يعني بده يحمل هيك اما اذا كان شي حدا عنده مشاكل صحية فهو يعني لازم يبحث فالطارو بيقوله لازم تبحث في تاريخ عائلتك لتحقق مما اذا كانت المشكلة التي تواجهها موروطة يعني شي وراتي هيك كما ان البطاقة تشيره الى انك ستحصل على دعم من حولك يعني اذا كان عندك مشاكل صحية فهي فال جيد للشفاء يا برج الميزان وكذلك في منكم الذي سيجد السلام الداخلي من خلال الاستشفاء سواء كان بيعمل استشفاء او رح يعمل استشفاء يعني داخلي ورح يحب حاله اكتر كذلك عم شوف في منكم بصراحة اللي عم بيفكر كتير يعني بش الموضوع وفي عنده احساس بالقلق الموضوع بيقلقه وفي تعب منه ممكن تكون هذي علاقة او عم تفكر بشخص من الماضي والموضوع هذي كأنه عم يتعبك عم يحسسك بالحزن شي حدا اختفى هيك فالورق بيقلك انه الايام الجاية رح تتجاوز الوضع وتصبح اكتر حماسا في كذلك اللي عنده قلق زائد يعني اتجاه الوالدة او اتجاه صحة الوالدة لانه يعني رح يكون لا سمح الله في دخول او زيارة طبيب بالنسبة للوالدة فخلي بالك من الوالدة ومن صحتها يا برج الميزان واهتم فيها يا برج الميزان كذلك في منكم اللي عم يعمل شغلات يعني تجميل هيك يعني ممكن تجميل اسنان ووش يعني عم يفكر يعملوا تجميل فالامور رح تكون طيبة هذا فيما يخص الصحة يا برج الميزان امورك حلوة ان شاء الله رح نشوفو الحين العمل اول شي اه مبين عندي انه في جاياكم رزقة بالطريق يا برج الميزان كذلك يعني في عندكم عرض عمل في عرض عمل يا برج الميزان غير متوقع يعني فرصة عمل رح تجيك في وقت انت ما متوقعه ورح تنعرض عليك كذلك عم شوفي منكم اللي شايف حاله او حاسس حاله واقع في مهنة بيكرها او ممكن تشير الورقة كذلك الى زميل في عمل عم يخدعك او شخص في السياق العملي يحاول تدميرك او بيحاول ياخد مكانك او يحاول ان ينقص من قيمتك يا برج الميزان فكون حذر من ان تتقى في كل الناس اللي حوالك فهذا الشخص بيقلك ورق الدارو رح يكون يعني هو رح يوصف لبي يوصف بيقلك هذا الشخص سيكون يبتسم في وجهك ويطعنك في دهرك في نفس الوقت يعني في وقت واحد فالورق بيقلك انت تتحكم في حياتك ومشاعرك فكون في قم يعني بتقييم ما تريد لان الخطوة هي ما تحتاج القيام به اما اذا دخلت يعني في صفقات فالامور يعني رح تكون جيدة بشكل عام اما اذا كنت يعني عم تبحث على ويفا او عمل يناسبك يعني فبيقلك الورق فانت بحاجة الى فعل شيء في هذا المجال سواء كان مجال ابداعي او فني او متعلق يعني بالشغل اللي بدك اياها او لكن الورقة يعني فعل جيد في كل الاحوال فيما يخص العملية برج الميزان فكون مستعد لانه بيقلك انه في عندك عرض مفاجئ فانت لازم تكون مستعد لهيك عروض ممكن تجيك اما الحين رح نشوف الاسرة انا عم حاولي تكون سريعة خليني شوف فيما يخص الاسرة بصراحة يا برج الميزان عم شوف في منكم اللي عم بمر بمشاكل كثيرة يعني خلته تعبان كثير وزعلان وشايفاك يعني بعدك عم تراقب الوضع كذلك في شوية خلافات يعني في منكم اللي عندو خلافات مع الاخوة او مع شي حدا كبير بالبيت يعني ممكن تكون الوالدة او الوالد يعني ولكن ما برجح الوالد يعني يعني شي حدا كبير هيك كذلك عم شوف يعني في منكم اللي شايفاك مركز على اللحظات السعيدة اللي كان بمر فيها سواء بالاسرة او سواء مع شي حدا كان بحبه وشايفاك قاعد زعلان على كوباية الحب اللي ممكن انه خسرها او ما كان بدو الشغلة اللي صارت سواء كان في صال طلاق شغلة هيك انه تصير فشايفاك قاعد زعلان وماسك الكوباية يا برج الميزان كذلك في منكم يعني اللي قاعد عم يستنى قرار يعني سواء كان قرار او محاكمة يعني ممكن يكون شغلة متعلقة يعني مثل طلاق هيك شغلة كذلك في منكم اللي شايفته يعني تعرضوا الخسارة في علاقة ارهقتو وخلتو يعني كأنه صار حدا لحالو فشايفا منكم اللي دخل فترة من البحث عن السلام الداخلي كأنك بحاجة الى وقت بمفردك لتفهم ما حصل وتفهم نفسك بشكل اعمق يا برج الميزان فعم شوف كأنه في حدا عزل حالو خلاص بعد المتاعب اللي مر فيها يعني وكأنه نسحب يعني نسحب نحو نفسي للتعافي من الموقف الصعب اللي مر فيه كأني عم شوفك عم تمر بمرحلة غير الجماعية كأنك واخد جنب كأنك لا ترغب في التفاعل مع الاشخاص لاني يعني عم شوف حدا منفرد فأنت يا برج الميزان الناس اللي يعني في الحالة هذه فهم يحتاجون الى الخروج من هذه الوحدة وهو هذا هو الشيء اللي لازم للشفاء من حسرة الماضي فأنت يجب أن تتغلب على الشغلات اللي صارت من الماضي فكذلك في منكم اللي رغم الشيء اللي صار مع الشخص هذا او مع العيلة فبعده بيراقب سواء كان بيراقب حدا من العيلة او بيراقب الحبيب او الزوج يعني هذه امور خاصة بالاسرة ممكن يعني احيانا بيكون الحبيب يعني بالنسبة لنا حدا مهم فممكن يكون هو كذلك فشايفاه بعده عم بيراقب العيلة او الحبيب كذلك في منكم يعني اللي ترك الاحداث تستنزي بكل طاقته وحاسس كأنك لا تستطيع الاستمرار شايفاك مريت بوقت عصيب سواء سوء المعاملة او خيانة او خيانة الاهل الاقارب يعني فالورق بيطلب منك يعني الاستمرار حتى اذا كنت في اسوأ حالاتك فانت تحتاج الى جمع قوتك يا برج الميزان كذلك كتدل الورقة على انك انت وشريكك او اسرتك يعني قد اصبتهم يعني بجروح يعني في جروح في العلاقة فبيقلك الورق لا تستسلم كذلك في من كون اللي عم بيخبرهم التارو انه الشخص يعني اللي دخلته لحياتك هو يستحق حبك بيقولك حافظ على قلبك حتى تكتسب ثقتي ثقته سواء كان الحبيب او شخص من العيلة يا برج الميزان كذلك عم شوف منكم اللي بعيد عن الاسرة او عن الحبيب وممكن يعني كعم شوف كأنه يعني بعاض عن بعض ممكن يكون كل واحد بلد سواء كان الحبيب او الاسرة فشيفك حزين يعني وعم تراقب يعني عم تراقب الحبيب بخفية اذا كان الموضوع هذا ينطبق على الحبيب فانا شايفه انه في مراقبة للشخص هذا بتخفي وعم شوف خيبة امل كأنه الشخص هذا في عنده خيبة امل من موضوع او اتجاه الشخص هذا فالشخص هذا حامل كاس الحب هو حزين وشيفك في مفترق الطرق يعني مش عارف تاخد قرار بشكل مضبوط بخصوص الموضوع هذا لان شيفك تعبان فالتارو بيقلك تحمل واستمر في طريقك فانت قادر على تجاوز الموضوع كيفما كان وقادر على اصلاحي الاشياء هذا فيما يخص الاسرع راح نشوف الحين ما هو عاطفي بسراحة في طاقات يعني كنزرعة وما في عندي طاقات كتيرة في القراءة هذي انا راح حاول اصرد اكتر الاشياء وان شاء الله تنطبق على اكبر عدد يا برج الميزاني فان شغلات راح احكي فيها ورح ارجع احكي فيها مرة تانية يعني بشكل عام يعني بشوف في مراقبة في حدا بيرائق بك يا برج الميزان في شخص من الماضي متعلق فيك راح نبلش في ناس بعلاقة يعني حلوة مع بعضهم هذا بشكل عام ففي عندك يا برج الميزان حدا من الماضي لانه في بيناتكم في ذكريات هيك شغلة في حدا من الماضي او الحبيب كتير بيحبك ومهتم فيك رغم الشغلات اللي ساير او حتى اذا كان مطنش وعامل حال ومشفار امام الشخص هذا طالع عني فكأني شايف الحبيب يعني عامل حاله ومو مهتم مطنش ولكن بعده بيفكر فيك والشخص هذا شايفاه يعني عم يسعى للحصول عليك يعني الشخص هذا بغي يحصل عليك او الرجوع اليك هو بده يرجع اليك وهو غير رادي تماما الشخص هذا غير رادي تماما عن الشي اللي صار وبصراحة الشخص هذا هو انسان ناجح يعني ومهتم بشغله سواء كان بالبيت بالشغل يعني كأنه عم يستنى منك شايفاه كأنه عم يستنى منك خبر رسالة انك تاخد قرار انك ترجع اليه وهو صراحة بيراقبك الشخص هذا عامل عليك يعني بيراقبك ومهتم فيك ومستنيك والشغلة الي اجيت بعده شو الشخص هذا متعلق فيك شخص هذا متعلق وبصراحة هو حدا شخص طيب الشخص هذا انسان طيب يعني مش نية سيئة او هيك وبيحبك وفي اللي بيتوجع كثير من افراقك لبرج الميزان ممكن يعني الشخص هذا يكون قطع معاك يعني يعني ممكن يكون بسبب مشاكل لو القاء اللوم على بعض او العلاقة هذه تعرضت لدخول شخص ثالث يعني اطراف ثالثة كانت السبب ففي الحالة هذه بيقلك اتعروا يا برج الميزان لا تترك الاخرين يدمرون ما لديك يا برج الميزان والشخص هذا عم شوفه مستعد للمنافسة من اجلك يا برج الميزان وبصراحة عم شوف طريقه كأنه صعبة يعني او في شغلات بناتكم ممكن تكون سبع عوائق لاني عم شوف في عندنا سبع سبع يعني او ممكن في اختلافات بيناتكم ممكن في طريقة التفكير عادات في مسافة بيناتكم او انتم بلدين مختلفين لاني عم شوف في مسافة الشخص هذا بغي يوصل ليك يعني بده يوصل اليك يعني عم شوف في حاجة وقفة بيناتكم السابن الرقم سبع كأنه في عوائق او في حواجز يا برج الميزان والشخص هذا بيفكر فيك كذلك وكذلك بيفكر بوضعه المالي ممكن تكون عندو مشاكل مالية لاني شفته غير راضي عن الوضع الي فيه سواءvalueדיسر بيناتكم او اليوصلكم للشغلة هذى او وضعه المالي فاني رأي به مشغول مشغول بهلنا شغله لبرج الميزان فممكن يكون التي شخص هذا فتح مشروع أه كذلك Kunden عنده إلك ذكريات هو عطول عم يتذكر الذكريات اللي بيناتكن يا برج الميزان عم يتذكرك بكل اللحظات يعني كل فترة مرت يعني بيناتكن بتطلع له ذكريات منك وبيركز على الشغلات اللي صارت عم يتطلع على شغلات جبتها له أو أنت أعطيته إياها يعني بيرجع للأحداث واللحظات فمبين عندي كأنه إنكم مفصلين لإني عم شوف مسافة يعني بيناتكن والشخص هيدا بيفكر فيك كتير وميتعلق كذلك يعني هو شايفك يعني الشمس والفرح كأنه يعني تعود عليك واللحظات الجميلة هو بيراقبك يعني بصراحة كثير